تناشد عائلات الشباب الحرق المنحدرين من مختلف ولاية الوطن على غرار حي موسى بولاية جيجل والمتواجدين منذ أربعة شهر بإحدى سجون بليبيا بعد فشلهم في الفصول للظفة الأخرى تناشد عائلات أولاية الشباب السلطات العليا التدخل العاجل لإنهاية صباح من القلق والخوف والإفراج على بنائها والعودة مجددا لأرض الوطن التفاصيل مع أيمان عبد الرحيم تناشد عائلات الشهر عندما تم في ليبيا بعد ذلك سمعنا خبر عليهم بأنهم سيئوا من ليبيا بعد ذلك سمعنا بأي من قبل التاليان تم تسلوا في حباس الخمسي بليبيا معاها جماعة معاها ربع أخوتنا منا من حي موسى وعندوا واحد منا من بني أحمد وكينزوج كبايل معاهم هذو فوال اللي كانوا مع بعطاهم في الضار هذيك في ليبيا كان ليقول لقاموسو كان ليقول لقاموسو كان لقاموسو ظهروا في الحس في ليبيا وطولوا ديجا نطولوا صافي ديجا سيموا حنا نطلبوا مسلوطات سعنا يا أخو يتعاملنا وشين ركبير خاصنا هذو بس كل حالة ما رايش تعجبنا في الحومة رايما مكلكين عليهم سيرتو والديهم رايما محروقين عليهم بزا بزا سيرتو خوصهم صافي نعرفوهم كما خوصنا فهمتني كيفاش نشغل حومة هذا حي موسى هذا شغل من طربيين قرب البعضانة بزا فهمتني كيفاش شغل هذا أخوه هذا أخويا